الدكتور سلام عليكم من فضل حضرتك ابني عنده شهرين وعشر تيام ألف حمد الله على السلام لاحظت أن شكل ودانه لتنين شكل الودان لتنين وحجمهم فيه اختلاف ملحوظ وقريت على النت أن غدروف الودن بيكون لسه طري وممكن الدكتور يعمل إجراء بسيط ويفرق مع الولد من فضلك محتاجة رأي حضرتك وأتوجه لطبيب إيه تخصص مش عايزة أتأخر في حاجة يعني تخصص إيه من اللي أنا مش عايزة أتأخر في حاجة ممكن تأثر على نفسية الولد وثقته بنفسه بأي شكل أكون شكرة لحضرتك لو أخدت من وقتك وجاوبتني لأ ده أنت يعني نورتين وسؤالك جميل وألف سلامة ألف حمد الله على سلامتك أنت شخصيا وألف حمد الله على سلامة ابنك والأمر بسيط إن شاء الله هتسمعي دلوقتي تشوهات الأذن في الأطفال حديثي الولادة اللي هو في أول شهور يعني بعض هذه التشوهات بتكون بسيط وبعضها بيكون شديد يعني تشوه ما هي أنا آسف على الترجمة يعني يعني هي بنسميها احنا مال فورميشن هي في الطب اسمها مال فورميشن ودي أزمة الترجمة بقى في اللغة العربية في المصطلحات الطبية لأن مال فورميشن دي ترجمتها تشوه فاهمين قصدي؟ إنما فيه ناس ممكن تاخد الكلمة في الأطفال حديثي الولادة بعضها بيكون بسيط وبعضها بيكون صعب بيكون شديد بعض التشوهات دي بتكون خارجية يعني في الأذن كده من برة وبعضها يؤثر في تركيب الأذن من الداخل وده ممكن يؤدي لمشكلات في السمع طيب بخلاف المشكلات الجمالية يعني إن فيه مشكلات بقى جمالية اللي هي إيه؟ يعني إن الودن طبيعي وكل حاجة بس فيها مشكلة جمالية يعني إيه؟ يعني مثلا فيه من المشكلات الجمالية بعد شكل الأذن عن الشكل الطبيعي تمام؟ زي ما لسه بنقول يعني ما فيش حاجة وظيفية وحشة ولا حاجة لكن فيها جماليا فيها مشكلة بقى احنا اتفقنا إنه التشوه ده ممكن يبقى بسيط أو لقدر الله يأثر في الودن وممكن يبقى شديد وفي كل الأحوال هو جماليا فيه مشكلة تمام طيب إيه الأسباب يعني قبل ما نتكلم نعمل إيه وإيه الأنواع طيب ما لازم نعرف إيه الأسباب الحقيقة أن أسباب تشوهات الأذن متعددة منها مثلا مثلا لأنا بقوله ده أمثلة حدوث خلال جيني خلال تكوين الأذن في الجنين داخل الرحم خلال جيني إحنا ملناش دعوه بيه ملناش زنبي بيه فيها طيب إيه تاني من الأسباب اللي تخلي يحصل تشوه في شكل الأذن أو يبقى شكلها مش طبيعي سواء زي ما اتفقنا بقى من ناحية الجمالية أو من ناحية الوظيفية من الأسباب برضو تناول بعض الأدوية الضرة خلال الحمل عشان كده برجع أنا وغيري نكرر لحضراتكم النداء أي زوج حامل وأي زوج زوجته حامل وأي أسرة فيها زوجة حامل نبهوا الزوجة الحامل دي إنها ما تاخدش أي دواء من غير ما ترجع لطبيب أو طبيبة أمراض النساء والولادة اللي بيتابعوها لأن فيه أدوية تبدو إنها بسيطة لكنها ممكن تعمل بعد الشر مصايب من ضمن الحاجات اللي بتعمل تشوهات في الأذن دواء منتشر جدا وشهير جدا جدا بيعالج حب الشباب ففيه ناس ممكن خلال الحاملة تقول دواء يعني بتاع حب الشباب مش هيعمل حاجة لا أهو دواء حب الشباب ده من أسباب تشوهات الأذن طيب إيه تاني من الأسباب تشوهات الأذن حدوث مشاكل في الدورة الدموية عند الجنين يعني الدورة الدموية الدم اللي واصل للجنين والأجزاء جسمه المختلفة يحصل فيها خلل في منطقة أو أكتر وده بيكون أدى إلى نقص إمداد الأذن بالدماء خلال فترة نمو الجنين عارفين إيه أشهر حاجة تؤدي إلى نقص الإمداد الدموي للجنين خلال فترة الحمل التدخين برجع تاني وأكلم السيدات اللي بيقولوا إيه ما عادي الدكتور قال لي يعني التدخين كله إلكتروني وتقليدي وغير تقليد كله خلاص؟ لأن إحنا ما بنبقاش عارفين أنهي منطقة اللي هتتأثر سلبيا تمام؟ طيب اتكلمنا عن الأسباب أنا بعتذر جدا عشان دور الأنفلوانزة اللي عندي ده ترجمة نانسي قنقر